اهلا 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 بكم معانا وبرنامجنا التاسع زيكم عاملين يا رب تكونوا بخير الحقيقة انه اتمنى انكم تكونوا شفتوا افتتاح بطولة الفروسية النهاردة يعني بطولة اكتر من عظيمة البطولة العربية العسكرية للفروسية سنة عشرين 24 واللي بنستضفها عندنا عندنا فين بقى اقولك المسألة مش فيه اللي انت شايفه قدامك بس ده مش في الملاعب دي بس المسألة اكبر من كده بكتير المسألة في حدوتة كبيرة الحدوتة دي بدأت لما خدنا قرار نبني مصر كلنا من اول وجديد الحدوتة بدأت لما اصبح فيه عندنا مصطلح اسمه الجمهورية الجديدة ويمكن حتى من قبل ما يحصل سك لهذا المصطلح المصطلح اللي الناس خرجته من عقولها طلع من عقول الجماهير طلع من عقول مئة مليون مواطن مصري بيحلموا بجمهورية جديدة فيها كل شيء مختلف فيها حاجات حديثة فيها انماط مختلفة فيها طريقة مختلفة للتعامل بص بقى المنظر اللي قدام حضرتك ده شايف انت هنا بتتكلم على مدينة أولمبية بمعايير عالمية زي ما الكتاب بيقول انا كتاب يوسف اقولك كتاب المعايير بتاع كافة الاتحادات الدولية وزي ما قال فخامة الرئيس اللي الحقيقة يعني يعني هو بنفسه اللي افتتح هذه البطولة العربية واللي بتنظمها القوات المسلحة وتحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية عشان تبقى فاهم قبل ما اكلمك عن التفاصيل اللي انت شفته قدامك ده المدينة الأولمبية بتاعتنا بتاعة العاصمة الإدارية الجديدة الكتاب بتاع الاتحادات الرياضية الدولية ليه معايير بيقول والله يا جماعة مثلا في السباحة معاييرنا 1-2-3-4 في السباحة التوقيعية معاييرنا كذا الإقاعية معاييرنا كذا في الجنباز معاييرنا كذا في رفع الأذقال معاييرنا كذا في ألعاب القوة معاييرنا كذا احنا خدنا كتاب المعايير ونفزنا بالملي بالحرف أصبح في عندنا مدينة أولمبية عالمية مش بس نفخر بيها احنا كمصريين لكن اقتباسا من كلام فخامة الريس يفخر بيها كل الشعب العربي كل الشعب العربي عنده النهاردة مدينة أولمبية كاملة متكاملة كاملة متكاملة طليق بمكانتنا مصر وطليق بكل الشعوب العربية انهم يفخروا بيها لانه دي مدينة تقام عليها احداث رياضية عالمية المزيع اللي بيتكلم يعني كل حرف بيقوله انا مش بكلمك على هذا الافتتاح الرائع والجميل لا انا بكلمك على اصل الموضوع هذه المدينة تعارف انه حلم من احلامنا ان احنا كان يبقى فيه عندنا مثلا حاجة اللي هي العاصمة الادارية او العاصمة الادارية الجديدة زي دلوقتي ليه كان عندنا هذا الحلم وبالمناسبة هذا الحلم كنا بنتكلم فيه انا حضرت مناقشات وانا عيل زغير في وسط كبار الكتاب والمفكرين المصريين وكان تحديدا اتذكر مناقشات كتير جدا حضرتها كطفل زاهب كده الى هناك يعني مع امي في بيت الاستاذ والكاتب والمفكر الاشتراكي العظيم استاذ محمد عوض الله يرحمه وكانوا دائما يتكلموا على انه اصبح هناك ضرورة لنقل العاصمة ولازم مش كل الكلام اللطيف ده حلم حلم وحلم طال انتظاره الحمد لله والشكر الله جي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحمد لله والشكر الله الرئيس فورا اشتغل على ده لو تتذكروا اول مرة كنا نتكلم عن العاصمة الادارية الجديدة في عهد فخامة الرئيس بشكل معلن كان فيه مارس سنة 2015 كان فيه المؤتمر الاقتصادي اللي اتعمل في شرم الشيخ اذا كنتم تتذكرون وكان فيه مخطط كبير وما كانت ضخم عملاق لهذه العاصمة الادارية الجديدة وشفنا بص 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 شوف بقى كده وهي منورة وهي مضاقة علشان تبان قدامك علشان تشوفها علشان تشوف انت كمصري وصلت فين يا جماعة انا مش عايزة فكركم ايام صعبة لما مرة كنا عاوزين نستضيف كاس العالم ورحنا ورجعنا بما يطلق عليه انا داك صحفيا صفر المنديال ولا حد صوت لنا قالوا لنا يا جماعة منشآتكم الرياضية لا تصلح ما تنفعش الكلام دا كان زماني يعني مش من زمان قوي يعني انا طبعا مش شاف كل الملاعب يعني عشان عمر زكريا الصديق العزيز مخرج من الرائع بيقول لي عارف الملاقف قلت له بصراحة عمر لا احركنيش رحي بيقول لي دا احركني اطلاقا لان طبعا برضو النظر بقى على قد مش بقى زماني يعني لكن بشوف من بعيد لكن اللي بكلمك عليه دا انت بتكلم على مدينة اولمبية عالمية زيها زي المدن اللي موجودة في اوروبا ويمكن في بعض الاحوال كمان انا بقول لك اه بملو البقى ايوة يا السلام سلم واضح ان احنا اللي هناك دا ملعب بكرة قدم لانه اهو الشكل المستطيل اظن على حسب الماييس يبقى دا كرة قدم اللي هو منور بالابيض اوي هناك دا واضح ان دي منشآت بتاعت الخيل هي دي اول واحدة خالص دي اللي اقيمت عليها البطولة بتاعت النهاردة لا اول حاجة تستقبلها انت في الشاشة هو انت بتتفرج دا اظن ذلك يعني الخلق فيه هناك اهو اه لا يبقى المدور اللي هناك دا هو دا ملعب الكورة صح؟ اه المدرجات اللي هناك دي المبنى اللي هو عليه مضاق كده تحس انه هو مدور اللي قبل الازرق اللي قبل الازرق اه المستدير دا غالبا دا المدرجات بتاعته ملعب بالتأكيد او بطبيعة الحال هيبقى في النص الخلاصة عشان بس مفتيش انا محب شايفتي الخلاصة يا جماعة اللي انتو شايفينه قدامكو دا هذا الكلام الحقيقة مش في الولايات المتحدة الامريكية هذا الكلام مش في الاتحاد الاوروبي هذا الكلام مش في كندا هذا الكلام دا مش في استراليا الكلام دا موجود على بعد يعني مشوار لو احنا من ما سبيرو الحد هناك ناخده في تقريبا ساعة اللا ربع في مكان نفخر بي كلنا اسمه العاصمة الادارية الجديدة ودي جزء من هذه العاصمة جزء من المنتج الضخم اللي اسمه العاصمة الادارية الجديدة عمدنا مدينة اولمبية نرفع بيها رصمة ما ناخدش صفر المنديال تاني ما ناخدش صفر المنديال تاني مش مذكرتك ان سنة كام بس انا اتذكر انه وقتها كنت يعني اتخرجت من الجامعة واشتغلت الموزيع في التلفزيون المصري وما الى ذلك يعني وكانش مؤلم على كل مصري ان احنا نرجع كده بخفاي حنين زي ما بيتقال عائدين خالي الوفض ما عناش حاجة محدش ادالنا اي تصويت لما نبص على المال قالك يا جماعة انتو جايلينها بملف طويل عارين ما فيهوش حاجة ملعبكو ما تنفعش منشآتكو ما تنفعش اماكن المبيت ما تنفعش اماكن اقامة الوفود الرياضية ما تنفعش يلخ انتو ما عندكوش حاجة مش هاخدك على انه احنا ما كانش عندنا حاجة في حاجات كتير يعني واحنا عايزين نعمل مدن صنافة كنا بنعمل اي كلام عايزين نعمل مدن سكنية ومجتمعات ومرايق بنعمل اي كلام مش اي كلام علشان احنا ما عندناش خبرات وما عندناش عقول لقد احنا عندنا خبرات وعقول زي الفل زي الفل الشيء بالشيء يذكر علشان برضو الامانة يعني احنا من زمان عندنا عقل بارع جدا في التخطيط العمراني هذا العقل في مرحلة ما تولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ثم تولى وزارة الاسكان ثم اصبح رئيس مجلس وزراء مصر اسمه دكتور مصطفى مدبولي بالمناسبة دكتور مصطفى بعيدا عن انه رئيس مجلس وزراء مصر هو واحد من ابرع اسزة التخطيط العمراني مش بس في مصر بل في المنطقة بالكامل واحد من الاسماء المعروفة في هذا المجال على مستوى دولي يعني وعايز اقولك انه هؤلاء المخططين المهندسين مهندسين التخطيط العمراني المصريين هم اللي عملو لنا العاصمة الإدارية الجديدة وهم اللي عملو لنا المدينة الأولمبية هادي الناس دي هؤلاء المخططين وهؤلاء المنفذين ايضا الناس اللي نفذت لحد اخوي اللي بيجي من بلدنا وهو يوقف في نقحة الشمس زي النهاردة على سبيل المثال يا جماعة النهاردة كان يوم توظيمي بس لايس كنت تتخيلوا الناس أهلينا اللي بيجوا من بلدنا في الصعيد ولا من بلدنا في بحري وبيشتغلوا في البنى ده مش بتكلم بس على أخواتنا المهندسين بتكلم على أخواتنا الفوعلية الجدعان اللي شايل أصعة المونة على ظهره وعلى كتفه في عز نقحة الشمس أو في عز مطر وبرد الشتاء أنا بنتكلم على الآلاف من الإيد العاملة المصرية بنت هذا الإنجاز الضخم اللي إحنا النهاردة وقفين بنفتتح فيه بطولة دولية للفروسية زي ما حضرتكم شايفين اللي في يوم من الأيام هنلاقي بنستضيف فيه أولمبياد وبنستضيف فيه كاس عالم لقرة القدم وكؤوس للرياضات المختلفة والبطولات العالمية المختلفة فيه جهد كبير اتبازل جهد ذهني وفيه جهد جسدي وعنينا كلنا من كم مضغوط صعبة جدا وكسب وإشعات وتأويل ومنتهى قلة الأدب وفي النهاية خالص وصلنا للحضراتكم شايفينه ده أنا أدعوك عزيز المواطن أنك تقدر تاخد أسرتك اللطيفة في وقت من الأوقات يبقى الجو اللطيف كده وروح تمشى في العاصمة الإدارية والله 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 وأنا أعني كلامي والله كمان مرة اللي مراحش هناك فايته كتير اللي مراحش هناك فايته كتير المكان ده مكان فعلا يستحق إن إحنا نحتفي به في كل لحظة مش هقولك ناسة في كل يوم مكان معمول ومتخطط ومتنصق على أعلى معايير عرفها العالم المدينة الأولمبية جزء من كل أعلى معايير التساعات الشوارع نظم الإضاءة البنية الأساسية بتاعتها اللي أنت كنت بتتفرج عليه في الأفلام وفي بعضها كانت الأفلام الخيالية أن أنت تبقى لا مش بس كده ده بس عايز أقولك حاجة العاصمة الإدارية دي كلها في مدينة تحت الأرض بس المدينة عبارة عن إيه بقى فيها كل حاجة متعلقة ببنيتها الأساسية خطوط الصرف المية الفايبر أوبتيكس الاتصالات أي حاجة أي حاجة متعلقة بالبنية الأساسية بتاعت هذه العاصمة الإدارية الجديدة كلها تحت الأرض مش بقى هنحفر ونطلع الكابل ونغير المصورة مفيش الكلام ده بتتكلم على العاصمة هي اللي أنت شايفها فوق في بقى تحت الأرض تنزل تمشي تغير الحاجة وبعربيات تتحرك جواها علشان خطر المهندسين والعمال والكفاءات اللي بتشتغل تحت هناك دي علشان خطر لو في أي شيء يتعمل يتعمل ويتصين ويتضبط ما بقاش في حاجة اسمها يا ترى هل ترى هنعمل الحاجة وبعد شوية بوز لا بقى معمول حساب كل شيء ولما تبوز هنقصها تاني لا بقين عاملين حساب كل شيء اللي انت شايفه قدامك هذا الإبار وجزء من كله وتاني أنا مش بكلمك على الافتتاح خالص احنا بنعمل الافتتاح ده الحاجات الافتتاحات دلوقتي بقى بالنسبة لنا والاحتفالات الكبرى عادي احنا شفنا موكب المميوات وشفنا طريق الكباش وشفنا حاجات كتيرا فانا بالنسبة لي عارف اللي هو انا ايه عادي كده افتتاحات كده ابهار في الصورة كده طبيعي وبالمناسبة هو طبيعي علينا كمصريين يعني احنا شعب عموما طول الوقت فناني يعني طول الوقت اكتر من ستة الاف سنة فانا من الناس اللي هي من انصار انه هدي الحضارة عمرها اكتر من اثناشة الف سنة كمان وانا بقى اتناقش في ده بعدين مش دلوقتي يعني لكن اللي بكلمك عليه هو انه انا اللي يعنيني دلوقتي ما بقاش هذا الشكل الافتتاحي البطولة دي شيء عظيم هدي البطولة الرائعة انا بكلمك على المدينة دي اتعملت ازاي الجهد اللي تبزل هدي المدينة الاولمبية هدي المدينة العالمية عشان كده انا مصر على انها جزء من كل مبهر خد بعضك الجو يبقى لطيفة انا عارف انه يومين اللي فاتوا دول كانوا حر بيقولوا انه بكرة هتنكسر موجة الحر دي يعني لو سمحت فرصة يومين ثلاثة اجازة اهو خميس جمعة سبت صون طيبين هيتحريش سينة خدوا بعضكوا وروح اتفرج العاصمة مش زي ما بيقولولك شوية المقطيع بتاع الاخوان عشان تخشها تخش بالتذكرة والهابة اللي بيعودوا يقولولك ده شو الكلام فارغ خم بعضك وركب العربية وروح وتفرج وتمشى ووري ولادك ووري اخوتك الصغيرين ووري قريبك الصغيرين ازاي العاصمة دي موجودة عندنا في مصر هذه المباني العظيمة هذا التنسيق السليم هذا التخطيط السليم مش بس البرج الايقوني ومش بس حي البنوك روح اتفرج هناك على الحي الحكومي روح اتفرج على مجلسي النواب والشيوخ روح اتفرج شوف الحاجات دي افخر بهذا البلد افخر بنفسك لان انت اللي بنيلت اوعى تستسلم للكلام الفاضي بتاع شوية المقطيع دي عيال تفة لا هدف لهم على الاطلاق سوى الافساد والتخريب خلي بالك في عيال كده زي العيال تحت الاخوان كلهم مش بس العيال المقطيع اللي مترميين في لندن دو لا 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 العيال دي بص هي مصر هترجع في ايدي الاخوان تاني استحالة انسى ما حصلتش في تاريخ مصر ما حصلتش مش بس اخوان ما حصلش ان في المصريين انتفضوا وثاروا ضد ناس زي من هذه الشاكلة وهابقى مش لك كنتم راح بحكي لك على البشموريين مهم يعني ورجعوا تاني مش حد بيرجع قلويس لكن دول بتوع طريقة فيها لخفيها يعني حكمكو هنقتلكو نخرب عقولكو نخرب اقتصادكو هنخبطكو بالشائعات هنوجع دماغك هنكد عليك هفسد قدرتك حتى على الانتاج انا عايزك تنزل الصبح الشغل متقدر عايزك تروح الجامعة يائس عايزك تخش المدرسة مستاء عايزك تقعد في بيتكو قلقان متوتر هم الاخوان عايزين كده فيها لخفيها هم عارفين بقى ان هم مهماش فيها فبيعمل ايه اخفيها مدينة اولمبية ما هتلقى فعند قصة انا مشوفتش لسه ولا حد فيهم يعني هرجع انا بقعد اتفرج كده اشوفهم على اليوتيوب ايه العال دي ايه هبلت قالت ايه مدينة اولمبية ايه وصرفوا عليها كام وعملوا بص يا مولانا مفيش حد بيكسب غير لما بيصرف هو انت عاوز تفتح مشروع وتكسب من غير ما تصرف فيه فلوس طب ازاي انا قلتلكم بارح قناة السويس حفرنا قناة السويس بفلوس وبقدين المصرية فجابت لنا عائدات عملنا العاصمة الادارية الجديدة وجابت لنا عائدات عملنا المدينة الولمبية بتاعتنا في العاصمة الادارية الجديدة وتجيب لنا العائدات الادبية كان لازم لازم نبقى متشرفين احنا نستحق ده احنا نستحق ده هو احنا مصر اكبر واعظم حضارة عرفتها الانسانية اعظم شعب عرفته الانسانية أذكى عقول عرفتها الإنسانية ما تستحقش يبقى عندها زي دي كده نستحق ونص حقنا يا جماعة الشغل ده بتاعنا بأيدينا بعقلنا بمخينا بفلوسنا لازم تفاهمين كده وإحنا نستحق ده وبالتالي ده بعد كده لما يبقى فيه بطولات دولية ويبقى فيه أولمبياد ويبقى فيه مونديال ويبقى فيه مش عارف إيه وهيجيب لك برضو فلوس بالمناسبة يعني ومش بس فلوس يعني هجيب لك فلوس بشكل مباشر وبشكل غير مباشر لأنه حتى أنا خاصة أنت تتكلم على السيحة الرياضية اللي حصل ده بالمناسبة ده حاجة في الماركينج سموها البلايسمينت البلايسمينت ده اللي هو التموضع أنا بعمل أول مدينة أولمبية متكملة عالمية وأكبر في المنطقة فيش حد عنده زي في المنطقة أنا مصر هنا بقى دي مش أقول لك وأعودوا بالله من كلمة أنا لا أنا مصر أستحق ده وأنا الوحيد اللي يعرف يعمل ده إحنا كعرب نستحق ونفخر بأنه عندنا في مصر ده طيب البلايسمينت أو التسويق يعني تسويقيا أنا بعمل إيه لازم بطل بقى فهم الحتة دي إحنا تسويقيا بنعمل إيه هو أنت فاكر إحنا بنعمل عاملين البرج الأيكوني عشان إحنا عندنا البرج الأيكوني طيب ده شكل من أشكال التسويق لازم تبقى فهم إن أنا بقول إيه أنا بعمل أعلى بناء موجود في إفريقيا فأنا بعمل هنا إيه لفت أنظار جذب أنا عندي في مصر كذا أنت فاكر ليه في دبي عامل برج خليفة ده ماركتنج لدبي صح ولا لأ مش قلتها الناس يقول لك عايزين نروح دبي وعايزين نشوف المباني اللي هناك ونشوف الشوارع وعايزين نشوف برج خليفة وعايزين نعمل كذا وبتاع ده ماركتنج فأصبحت وجهة للسياح وجهة للإستثمار وجهة للتبضع زي ما بتقال شوپنج وجهة حد يقدر ينكر إنهما ناس نجحة ناس نجحة حد يقدر ينكر إن إحنا ناس نجحة وشبطار إحنا ناس شبطار ونجحين فبنعم آه آه ده أعلى مبنى موجود في إفريقيا عندي ده أول مدينة عالمية مدينة رياضية عالمية عندي ده أنا بعمل عاصمة إدارية جديدة في مصر على أعلى نسق دولي عندي ده أنا بعمل أطول نهر أخضر في العالم عندي ده أنا كل ده تسويق هل بيجيب لي حاجة؟ آه هل أنا بحقق قف وقت من العاصمة بالمفتشر من الآخر؟ آه وقف عليا بمكسب؟ آه اللي بيقولولك الإخوان كذب كذب بواح وأصلها وبنصرف الفلوس لا يا حبيبي حد يجي يقولك أصلي يا جماعة لما تبقى من خارج موازنة الدولة بغلط لا ليه؟ دي شركة إيه هو اللي غلط يعني غلط إزاي؟ شركة أرض اتباعت جبت فلوس من المستثمرين بنينة بيها الحي الحكومي بقيت الحاجات كلها استثمرات خاصة أنا جاي بفلوس أنا كسبان جاي بجوان مش جون واحد آه مدينة أولمبية عالمية أجيب على طول بطولات دولية خلاص كل سنة والتطيبين ما بقيتش بقى محتاج أفكر يا ترى هل ترى نقدم بقى علشان ناخد البطولة ولا ما ناخدهاش طب أنا عندي منشآت كفاية طب عندي غرف مدقية كفاية طب عندي أماكن مبيد كفاية طب الناس هتروح فين طب الانتقالات طب التأمين طب أنا هحركهم في كم محافظة وفي كم مدينة لا 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 أهلا وسهلا بك في العاصمة الإدارية نورت مصر فاصل ونكمل الكلام ومن أقصى شرق القاهرة من العاصمة الإدارية الجديدة إلى أقصى الساحل الشمالي الغربي ورأس الحكمة أنا متخيل المتداد أعمل كده خط كده هو ده معناه لو جيب بسطة عليه هو الخط ده على المتداده يا جماعة شغل شغل عشان يبقى فيه عندنا رأس الحكمة ويبقى فيه عندنا العالمين الجديدة ويبقى فيه عندنا العاصمة الإدارية الجديدة حبنتكلم على خط شغل بجد نحن بنتكلم على طرق وبنتكلم على أطرات كهرباء وبنتكلم على استثمارات كبرى وما إلى ذلك استثمارات رأس الحكمة أو الاتفاق الاستثماري العمراء بتاع رأس الحكمة بدأنا فيه من وقت التوقيع على العقود صح؟ طيب هل خلاص كده وقعنا على العقود وبتاع لا الكلام ده كان زمان بقى أيام النوم لكن دلوقتي الشغل احنا بقى لنا عشر سنين بلد بتشتغل بمنطقة سرعة يمكن استعير تعبير من تعبيرات الرئيس احنا مش هنجري احنا لازم نحقق قفزات لازم طول وقت نحقق قفزات عشان نلحق باللي حصل حوالينا في العالم الحكومة النهاردة وفقت على مجموعة من القرارات متعلقة بمدينة رأس الحكمة وبالاستثمارات في منطقة رأس الحكمة بالكامل تعالى بقى ناخدها واحدة واحدة رأس الحكمة بنتكلم على تحالف استثماري ضخم طيب التحالف الاستثماري ده لازم يبقى له كيان قانوني وشخصية اعتبارية فيتعمل حاجة اسمها شركة رأس الحكمة أو شركة رأس الحكمة للتنمية العمرانية فتيجي الشركة عشان الشركة دي تشتغل بمنطقة السرعة لازم تاخد الرخصة الزهبية فالموافقة على شركة رأس الحكمة للتنمية العمرانية برخصة زهبية ادي واحد اتنين انا هناك كلمت خلاص كده على الشركة تمام يعني خلصنا لا مخلصناش انا بتكلم على حجم استثماري ضخم يتم تحويل المنطقة بالكامل الى منطقة استثمارية عملاقة فلازم يتعامل لها ايه؟ يتعامل لها مجلس للإدارة ويتم بالفعل تشكيل مجلس إدارة او البدء في تشكيل مجلس إدارة للمنطقة الاستثمارية وقيام شركة رأس الحكمة للتنمية العمرانية بانشاء بقى ايه؟ ما خلاص اصبحت شركة موجودة فبتكلف بإيه؟ تكلف بإنها تعمل مطار او مئة يسف مينة هيبقى مينة دولي سياحي في مدينة راس الحكمة الجديدة بالمناسبة وبتعمل لها مطار كمان عشان بس تبقى متفقين يعني عشان الاتنين مع بعض معانا على التليفون دكتور كريم عادل الخبير الاقتصادي الكبير والمعروف ازاك يا دكتور؟ اه الخط بيقطع كده من الاول يا دكتور والنبي عشان خطرنا عايزين نقف في حتة كده تبقى الشبكة فيها قوية مية مية لو هنطلع في البلكون ولا حاجة تبقى جبرت ان شاء الله معايا دكتور؟ طيب هنحاول احنا انا هكلم دكتور كريم تاني فانا هنا بتكلم على ايه؟ انا بتكلم على تصور شديد الوضوح يعني مش لسه بنفكر هنعمل افراص الحكمة اجيب لك من الاخر احنا عارفين هنعمل افراص الحكمة احنا مين يعني احنا الدولة؟ كل عارفين هنعمل افراص الحكمة في مخطط لراص الحكمة استثمارات راص الحكمة الاستثمارات هناك هي كل اشكال الاستثمار اللي ممكن يجي على بالك لما بخصص انه هعمل هناك مينة وانه المينة ده هيبقى مينة لهذه الاستثمارات وهيبقى مينة سياحي وهيبقى مينة دولي وعالمي طيب وفي نفس الوقت هعمل هناك مطار بنفس ذات الشاكلة وبعمل استثمارات ضخمة كبرى الاستثمارات اللي هناك ما هيش زي الاستثمارات بتاعة الزمان يلا بينا نعمل هنا شوية قرى سياحية وشالهات وفلات وقصور يا سيدي كمان اهلا وسهلا وبعدين اسبها تشتغل الشهرين وبعدين نتفرج عليها وهي فضية لا المكان هناك هيبقى جازب طول الوقت للسياحة للشهوء خلينا معنا الدكتور كريم عادل ده جعلنا مرة تانية ازايك يا دكتور ازاي الحال كله كويس يا رب على طول لسه الشبكة مقطعة فهستقزم بس نقف في بلكون ولا في مكان يبقى الشبكة فيه قوية جدا علشان اقدر استفيد من كلام حضرتك ماشي طيب سؤال بقى اول حاجة كده احنا بنتكلم على انه الحكومة يبدو انها بتعمل بمنتهى السرعة على مسألة تفعيل بقى اتفاق استثمارات راس الحكمة فبدأت بقى انه تم ملحة رخصة زهبية للشركة على طول يتم تخصيص المكان اللي هيتعامل في الميناء المطار الى اخره في رأيك ما الذي يمثله او تمثله استثمارات راس الحكمة لمجمل الاقتصاد المصري تقدر تعمل ايه لهذا الاقتصاد بتاع بلدنا طيب يعني خلينا بالحكمة نوضح ان هذا المشروع يعني يساهم بصورة كبيرة في تحقيق التكامل وتسريع وطيرة التنمية وتحقيق مستهدفات الدولة التنموية عظيم مشروع منطقة راس الحكمة يعني لن يكون مجرد منطقة سياحية ولكن ارى يمتد الى انه منطقة لوجستية وخدمية وتجارية واستثمارية واعدة ايضا قرارات اليوم بتعتبر تفعيل لما تم الاتفاق عليه والاعلام عنه خلال مراسم توقيع التفاقية راس الحكمة وبالتالي هي مؤشر جيد بيعكس انتزام الدولة بتعهداتها مع المستثمرين من الدول والحكومات من ناحية وايضا بيعتبر امر محسس بيساهم في استكتاب المزيد من رؤوس الاموال الاجنبية والاستثمار المباشر في الدولة المصرية طبعا يعني منطقة راس الحكمة والاعلام عن انشاء منطقة حرة قصة ومنطقة استثمارية وميناء دولي كل هذه الامور هنجد انها بتحقق تكامل فيما بينها وهي ببقية بتاعت مخطط تنية وتطوير مدينة رأس الحكمة يمكن منحة الرخصة الزهبية لانشاء شركة رأس الحكمة دي نقطة مهمة جدا ومحسزة للمستثمرين لانها بتعكس وجود تفعيل حقيقي للرخصة الزهبية ومنحها للمستثمرين اللي بتساعدهم في شقعتهم ثقور الحصول عن هذه الرخصة دي يمكن نقطة مهمة ايضا هتساهم في استكتاب استثمارات اجنبية مباشرة ويعني نقاط قوية بتدعم الدولة المصرية في اقتصادها سواء كانت المنطقة الحرة او المنطقة الاستثمارية عظيم جدا يمكن اللي احنا فهمناه من اول مؤتمر صحفي اتعامل يوم توقيع اتفاق استثمارات استثمارات رأس الحكمة دكتور مصف ما تقولي تكلم على انه احنا بنتكلم على فرص عمل مباشرة برضو ضخمة جدا الى اخير ولكن ايضا اعتقد ان هناك فرص استثمارية وفرص للعمل بشكل غير مباشر مش بس حول رأس الحكمة يمكن زي ما حضرتك اشاطة دكتور كريم احنا بنتكلم على انه تشجيح حقيقي للاستثمار الاجنبي المباشر لمصر ناس كتير هتبقى متحمسة انها تيجي تشتغل معنا يعني بالتأكيد خلينا بداية نبدأ بالمنطقة الاستثمارية اللي تم الاعلان عنها اليوم يعني المنطقة الاستثمارية هي بتعتبر احد الانظمة الاستثمارية اللي بتستطيع اي دولة تأسيس التنمية المتكاملة عليها ولما بنتحدث هنا عن التنمية المتكاملة احنا بنتحدث عن تنمية صناعية وتجارية وخدمية والشستية وبالتالي نقدر نتخيل حجم فرص العمل اللي تقدر توفرها هذه المنطقة واستثماراتها للشباب ولمختلف الفئات والخرجين من الجامعات المصرية الامر الثاني ايضا خلينا نقول ان توفير اراضي ووحدات صناعية في هذه المنطقة الاستثمارية وتكليف وفقا للاتفاق المطور العقاري اللي هو متمثل فيه الجانب الاماراتي بتنمية هذه المنطقة وتطويرها ده يساهم في تطوير البنية التحتية يساهم في تطوير صناعي وفي نفس الوقت بيخفص من عبق تكليف المرافق على الدولة المصرية وبالتالي تحقيق التنمية بصورة غير مباشرة المنطقة الحرة الخاصة ايضا اللي تم الاعلان عنها اليوم ضمن القرارات دي برضو بتعتمر احد الانظمة الاستثمارية المميزة الدولة المصرية يمكن على مدار السنوات الاخيرة نجحت في توفير البنية التشريعية اللازمة لتأسيس وتشغيل والاستفادة من هذه المناطق يعني وجدنا بداية طبعا من القوانين والتشريعات وقانون الاستثمار إلا أن هنجد أيضا أن هذه المناطق الحرة هي بتساهم في التسير على المستثمر في دخول مستلزمات الامتاج والأدوات وكل ما يحتاجه لتشغيل المنطقة الاستثمارية ذات الصلة بجوار المنطقة الحرة وبالتالي هنجد أنها لها مرضوء إيجابي على الأداء الاقتصادي بالإضافة طبعا إلى أن متوسط الحجم الفرص العمل اللي بتوفرها المنطقة الحرة يعني بيتراوح مدين من 85 ألف إلى 100 ألف فرصة عمل وبالتالي هنا هنجد أن في تكامل مدين المنطقة الحرة الخاصة اللي تم الاعلان عنها والمنطقة الاستثمارية الأمر الأخير هو الميناء الساحلي دي نقطة مهمة جدا بتدعم اقتصاد الدولة في تنمية السياحة الدولة المصرية يعني غنية بموارد السياحة المتنوعة هنجد سياحة الرياضية، سياحة المؤتمرات، السياحة العلاجية، سياحة الدينية التعليمية وبالتالي بيضاف إليها سياحة أخرى وهي سياحة اليخوت وغيرها اللي بتهم العديد من الساحين على مستوى العالم وبالتالي هنا هنجد أن هذه المنطقة كما أشرت لحضرتك في بداية الحديث يعني هي هتكون منطقة واعدة ومتكاملة هتخدم الجانب الإماراتي من ناحية وتنعكس إجابا على اقتصاده وأيضا على اقتصاد الدولة المصرية ومستهدفات التنمية فيها عظيم جدا، أشكرك جدا 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 يا دكتور كريم كل الشكر لله الخبير الاقتصادي الكبير دكتور كريم عاد بصوا يا جماعة، يمكن كلنا نسمع عن مدن زي كان ومدن زي نيس ومش عارف إيه في إيطاليا ومش عارف إيه في أسبانيا وإيه في اليونان وكل الكلام الجميل الرائع ده طيب، إحنا تحظنا، فرج ربنا علينا، نعمته علينا إن إحنا السواحل بتاعتنا مختلفة عن كل السواحل بتاعة جنوب أوروبا اللي هي شمال البحر المتوسط، البحر المتوسطة هوا دي أوروبا، ده شمال إفريقيا، خلاص كده ميت فولي طيب، تعالي ناخد الحتة بتاعة مصر أنا الجزء الساحلي بتاعي برضو مختلف جدا عن الجزء الساحلي بتاع بقية دولنا الشقيقة اللي موجودة في شمال إفريقيا يعني إيه لبيا وتونس والجزائر والمغرب مختلف في إيه؟ واحد، مختلف في طبيع في المناخ بتاعنا درجات الحرارة، طبيعة الرملة، المية إلى آخره حظنا كده طائرات المية اللي عندنا مختلفة حبتين الرمل اللي عندنا مختلف 3-4 حبات درجات الحرارة عندنا أفضل كتير إلى آخره إذن ربنا سبحانه وتعالى تعالى إدالنا نعمة عظيمة جدا في ساحلنا الشمالي شرقا وغربا بالمناسبة يعني تمام؟ طيب تعالى على ساحل الشمالي الغربي ده اللي يا مكان يقول لك هنعمل فيه استثمارات ومش نعمل فيه استثمارات في كل القصة إنها كانت أراضي بتتقسم وبتتبع تبقى قرى سياحية بتشتغل لها شهرين والسلام عليكم لو حضرتك في وقت من رؤيت أي حد من المشاهدين إذا كان أسعده الحظ ورح المدن بتاعت أوروبا دي المدن السحلية بتاعت أوروبا الشط هناك زلط البلاجات هناك زلط فأفضل أحواله حصل يوم ما يبقى يعني جابت ديد من ديله رمل خشن مزعج يعني إحنا لأ طيب المية عندي مختلفة تماما الطائرات الملائية اللي عندي أهدب كتير جدا جدا مفيش مقارنة ده واحد اتنين صفاء المية ولونها أنقى بمراحل طيب الجو بتاعي أكثر دفئا بكتير من كل هذه المدن تخيل بقى أن المدن دي في بعضها بيشتغل فترة الصيف وبياخد أجزاء من الشتاء وبيقدروا أن هم يعملوا فيها مهرجانات ومؤتمرات وأحداث دولية وكل الكلام دا ليه لأنه عملوا فيها بنية صالحة لده أنا للأسف ما كنتش بعمل كده طيب على رأيي الله يرحمه يا رب السلاح السعداني في مسلسل أرابيسك حسن النعماني فتح انطلاقة اللي هي كانت إيه كانت الفيلا اللي كان بيعملها لله يرحمه يا رب السلاح كرام مطابعة فقال المشروع بتاعنا ده فتح انطلاقة فتح الانطلاقة بتاعنا في السحل الشمالي كان العالمين الجديدة دخل العالمين الجديدة دي بكل الإبهار اللي فيها ده فتح انطلاقة ده ده البداية ده مش آخرنا ده يدوب أولنا تاني ده ده مش آخرنا ده يدوب أولنا هذا الإبهار العظيم هذه المدينة الرائعة هذه المدينة العالمية العالمين الجديدة فعلا معمولة بالمعايير العالمية برضو جدا يعني مهم؟ يعني مئات الآلاف أقدر أقولك ممكن خلال السنتين ثلاثة اللي فاتوا ممكن يكون ظروها ملايين يعني عالمية جدا منظمة جدا جميلة جدا رائعة جدا طيب تعالي بقى نشوف راس الحكمة دي بقى المرحلة اللي هي أقولك عليها الجماعة اللي نجزلك beyond ده دي اللي بعد ده بكتير ده ده اللي بعد ده بكتير حدودة تانية خالص خالص فهتجيب لك بقى سياحة يخوت وهتجيب لك سياحة ثقافية ومهرجانات سينمئية وهتجيب لك سياحة ثقافية يعني هتعملك كل حاجة بنيتها تخططها معمولة على كده ده بيخلف بقى ظاهرها الصناعي وده ظاهرها الزراعي هتا بنتكلم على حاجة ما حصلتش في مصر قبل كده أكد أستطيع أن أقولك ما حصلتش في المنطقة قبل كده طيب هل تتوقف الطفرات؟ لا أنا عندي طفرة تانية في مجال التعليم العالي الجامعاتي العالي في سيناء بقى بما أني بكلمك على سيناء كل شغل طيب معانا في إطار هذا الحديث عن الطفرات في التعليم العالي دكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة قناة السويس أهلا بيك يا دكتور أشرف أهلا بيك يا أهلا إزاي الصحة وحضرتك بالصحة والسلامة دكتور أشرف كنا بنتكلم أن هناك طفرة في مجال التعليم العالي وخصوصا أن أنا أستطيع الجزمة بأن إحنا جزء من هذه الطفرة أن إحنا أصبح فيه عندنا اعتراف مش اعتراف تقييم دولي وتصنيف دولي لأكتر من حوالي 21 جامعة مصرية وما كانش عندنا هذا العدد في إطار التصنيفات الدولية كيف يرى أكاديمي كبير وبارز زي دكتور أشرف حنيجل رئيس لجامعة من كبريات جامعاتنا هذه الطفرة في مجال التعليم العالي في مصر الحقيقة بصف يوسف بصر ارتفع تصنيفاتها لتصنيف 28 جامعة مصرية على الأقل من بين أفضل جامعات العالم وفقا لتصنيف الكيوهس حلو بالإضافة لإدم فيه 14 جامعة حاليا نظام شامل للمساعدات المالية للطلاب من خلال مزيج من الملح الدراسية القائمة على الإحتياجات في العشر سنوات الأخيرة الدولة المصرية الحقيقة خادت خطوات عديدة لتصور قصعة التعليم الجامعي الارتقاء من خلال تأسيس بنية تعليمية قوية وحديثة بالجامعات وإدخال تخصصات جديدة ومتنوعة بتواكم متطلبات سوء العمل محليا ودوليا بالإضافة لده جزء مزيد من الاستثمارات لهذا القصاع وربط الجانب الأكاديمي بالاستثماري والبحث حلو جدا الحقيقة نحن أكلم حضرتك على جامعة السويس جامعة السويس عارف حضرتك اللي انفصلت عن جامعة قناة السويس سنة عمسين واثماشر وطبعا في إطار رؤية مصر عشرين ثلاثين بخيادة سخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بتشمل تنمية شبه جزيرة سيناء جامعة السويس الحقيقة بتسميم كبير من مجهودات الدولة بغضرت بإنشاء فرع لها في مدينة أبورديس لجنوب سيناء وده لخدمة أبناء تلك البقعة الغالية من أرض الوطن حيث تم تخصص مساحة ميك فدان في مدينة أبورديس لكي نحفظ جنوب سيناء لإنشاء فرع جامعة السويس بأبورديس وزي ما حضرتك عارف أن هذه الأطرق مستقبلاً هتكون نواه لجمعة جنوب سيناء وده أول جامعة حكومية تكون في محافظة جنوب سيناء طبعاً ده من أجل خدمة أهالي تلك البقعة الغالية من أرض الوطن هكلم حضرتك أن الميك فدان اللي تم تخصصهم لفرع جامعة السويس بجنوب سيناء بتشمل 17 كلية متنوعة وبها تحصصات حديثة كمان تي مجبع صد متكامل بفرع الجامعة بأبورديس عايز أقول لحضرتك أننا إن شاء الله انتهينا من المرحلة الأولى في الإنشاءات الخرطانية والمداني المرحلة الأولى اتكلفت حوالي مليار و 300 مليون جنيه وبتضم كليات العلوم والتجارة والآداب والتربان وإحنا يعني بقول لحضرتك خبر كويس إن إن شاء الله قريباً في ضخ مالي للتشتبات اللي إحنا بنأمل إن إحنا إن شاء الله نبدأ العامة دراسة القادمة دراسة في أبورديس في جنوب سيناء ده خبر هايل وخبر عظيم ونشكرك لحدك اختصتنا بيه كمان يا دكتور يعني يمكن النهاردة كان فيه مؤتمر كمان عايز أقول لحضرتك فضل إفرادك إن المحافظة طبعاً المحافظة جنوب سيناء ده خيارة اللي وقق قال حض دكتور خالد فودة الحقيقة بيسعى جاهداً وبيسعى سعي كبير جداً إنه بيعمل وحدات سكنية تواكب افتتاح هذه الكليات وإن شاء الله قريباً جداً هتتواكب مع افتتاح هذه الكليات في بدء الدراسة العام القادم إن شاء الله بإذن الله بإذن الله أشكرك جداً يا دكتور أشرف نورتنا وشرفتنا وكل عام وحدك بخير دكتور أشرف حين يجي الرئيس جامعة السويس نورتنا فاندم خليني بقى أنا بقولك يا جماعة هو الشغل فعلاً والله كم الحاجات اللي بتحصل كتير أنا بكلمك كل ده على يوم واحد يعني إحنا كلمتك على المدينة الأولمبية العالمية في العاصمة الإدراك الجديدة وبكلمتك على رأس الحكمة وكل ده شغل شغالة هو يعني زي بقولك كده على عينك على أي تاجر على خط الإنتاج شغالين وكلمتك على الجامعات اللي موجودة على امتداد خط القناة وجنوب سيناء وشمال سيناء ودلوقتي هكلمك على كل من يرى في نفسهم موهبة حقيقية في التمثيل أو الإخراج أو المونتاج أو التصوير أو الكتابة أو كافة عناصر العمل الفني صناعة السينما وصناعة الدراما أهلا وسهلا بكم في المتحدة المتحدة الخدمات الإعلامية بتطلق أكبر تجارب أداء الاكتشاف الوجوه الجديدة فـ وجوه جديدة يعني من الشبان طيب خليني أخد معايا على التليفون المخرج الرائع والصديق اللذيذ الحبوب اللي أنا بحبه هو عارف طبعا عمر السلامة زك يا عمر أخمرك إيه؟ طبعا دي أغرب مقدمة ممكن كانت بتتقلك في أي بنامج المخرج الصديق اللذيذ الحبوب دي أغلبز مقدمة في التالي أو أنت ربنا يخليك رب عمر عايز أفهم أو أعرف أكتر على مسألة تجارب الأداء اللي أطلقتها المتحدة وتجارب الأداء دي بأداء معناها تمثيل بس كمان المتحدة فتح الباب لكل المواهب المتعلقة بهذه الصناعة يوسف الموضوع بدأ من الأول أن أحمد فاي مدير البرامج في المتحدة مدير قدارة المحتوى مدير قدارة المحتوى مدير قدارة المحتوى هو صديقة قديم وبحبه جدا أعلمني مسلسل ففي الأول كده حستي أني أنا بقى دي فترة ما عاملش مسلسلات كده قال لي فكرة بصراحة يعني سحرتني هي فكرة إن إحنا نعمل تجربة أداء حقيقية زي ما تسميها لمواهب حقيقية محتاجة لفرصة بجد لا عندها ورصة ولا عندها فرصة في العادي إنها تبدأ مشوارها ومش عارفة تبدأ المشوار منين والمواهب اللي نختارها دي نعمل بيها مسلسل كده سيتو كمان لما هيها عجبتني قوي بس مش عارفة نحرقها دلوقتي ماشي أنا نظورة حرمي لأن أنا هقول لك على حاجة من أصعب المراحل في إطناعة العمل للمخرج هي القاستنج بيه؟ لأنك بتشوف مواهب كتير خطيرة ويبقى مثلا مش لاقي على الدور يبقى عندك حد ثاني من متخيله في الدماغك بقى هو مثلا قصير وإنت عايز حد طويل فهو موهوب جدا أو يخالصه عاجبك بس ما ينفعش الدور ده ما ينفعش الدور ده أو المنافسة ممكن تبقى كبيرة أو أنا حاطة في دماغي شكل مختلف بس بقى كمية الناس اللي بشوفها اللي عندهم مواهب حقيقية بس للأسف تقول مش مش هارف أخده لأن انت في الأخر انت ممكن يقدم لك مئة واحد وانت عايز واحد بس فبقى في تسعة وتسعين في منهم ثلاثين موهوبين جدا فشعورك وانت بتقول لحد لأ أو ما ابتخدوهش وهو عنده موهبة بجد وتحس ان هو هيحبط أو هيضايق دي حاجة بتوجه على المخرج جدا على فكرة يعني كمية الناس اللي اتبعاتلي كل يوم انهم عايزين يمثلوا وعايزين يبدأوا بس لما عنديش ليهم دور أو مش هقدر أفاعدهم باي شكل دي حاجة بتضايق المخرج جدا عافية يعني كمية الناس اللي اتبعاتلي كل ما عنديش متساعد بيها بالدائل وفي نفس الوقت بشوف كتير من الناس عندهم دايما الفكر المقنوط بتاعني ما حدش بيعدي إلا لو ابن حد أو عنده معارف أو عنده وسطة وده مش حقيقي لأن انت لو بصفت على الخريطة الفنية هتلاقي آه في عشرة في المية ممكن يكون عندهم قريب أو كده أو وسطة بس في تسعين في المية لأ ما عندهمش وبدأوا من صفر وتاعب امان عندي عمر السلامة ما كانش عنده أي وسطة لنك انا بتكلم بأمانة يعني يعني انا عارف التجربة بتاعتك في دخول هذا العالم ملهاش أي علاقة لا بالوسطة ولا بالمعارف وانا مش الاستثناء بالمناسبة الاستثناء هو اللي عنده وسطة الاستثناء اللي عنده وسطة ده حتى لو جالوا أول عمل واثنين لو ما عندهش موهبة حقير لو ما فيش موهبة خلاص شكرا مفيش حال مش هيستمر فهو يعني لو عدتلك المخرجين اللي في الجيل بتاعي أو المحطين اللي في الجيل بتاعي اللي ما كانش عندهم أي وسطة أو أي فوسطة هنتعب من كتر العد بس في نفس الوقت انا فاكر وانا ببدأ كمخرج ما كنتش عاية فابدأ منين يعني خالص كنت بعمل أفلان قصير اراح في شنطة على سيديهات وقعدة وزحها الناس يمكن لحد يكتشفني فمش الناس مش عارفة ازاي اول باب نخبط على اي ده هيبقى فين فممكن تلاقيهم بيعملوا مجهود في التدوير على الباب اكتر ما يعملوا مجهود على ان هم يشتغلوا معهبتهم هم فاحنا حاولنا نعمل تجربة تبقى على قد ما نقدر بكل المجهود اللي هنقدر نبقى لتجربة تجربة مفتوحة للجميع وعادلة جدا ويتديهم فرصة حقيقية اللي هكتره مش هقوله تعالى هطلع في دور اتكلم من كلمتين اللي هكتره ده هيبقى بطل ويبقى نجم وهيطلع في بسلسل في دور بطول حسنا احنا عشان كده بنحاول ونفسنا الاهم من ده هو دعم الشركات الدعاية ودعم الناس المعلنين ان هما يتمنوا فكرة زي دي ويخشوا ويدعموها عشان حتى مزانية العامة تبقى جديدة لان يبقى عليها اهتمام اعلامي كبير انا نفسي ان احنا المواهب اللي هتطلع دي عبال ما نصور كمان المسلسل يبقوا نجوم احنا هنعمل برنامج تلفزيوني هيتعرض عن كيسية اختيار الناس دي وبندربهم ازاي بحيثنا نفسي جدا انت اي حد زي كيوسف او اي كل الاعلامين يتمنوا الشباب دي ويصطدفوهم ويطلعوهم بحيث ان احنا في نفس الوقت عبال ما ييجي المسلسل الاتعادة دي بقى الناس بريدي شابت انا بالنسبة لي اعتبروا حصل من بكرة بكرة الخميس اجازة من يوم السبت والله اول ما تختارهم اتعرف انا شخص دايما متحمس لدرجة التهور في بعض الاحوال فيلا بينا يوم السبت والله بكلمك بكلمت يلا يلا اول ما نختار المواهب ان شاء الله هنجيلك ونجي لكل الناس ونخسي الناس كلها تتبنى الشباب دي بحيث ان لما يجي المسلسل يتقرد او هم على فكرة بالمناثة عشان كتير ناس كتير سألتني احنا مش مندور على الشباب بس احنا مندور على حد ممكن يبقى عنده 11 سنة وحد ممكن يبقى عنده 70 سنة عمر انا لسه دي على طرف الثاني لسه على طرف الثاني كنت هقولك ممكن يبقى في حد مثلا عنده 50 او 60 سنة وموغوب جدا طبعا ييجي ويقدم والفكرة ان احنا عاملين الموضوع بشكل فعلا لما بس هتقدم اونلاين هتخش على الرابط على الموقع على الويبسايت هيقدموا الموقع طورة منهم حالات كتير يستحملوا الطلبات ويقدموها كلها علشان يوصلوا لنقطة ان احنا لما نيجي نعمل او نيجي نعمل تصفية تصفية للمقدمين على الموقع ونوصل للنحن مخطاوم فعلا الموقع اسمه اي عمر اللي هيخش عليه هحطينه في الفيديو هيقولك بالضبط الوقتي ثانية وقته فالناس تقدم معلوش قلولي لا تاني هامر بعد اذنك دوت كوم التقديم لحد يوم 15 مايو عندنا حوالي 20 يوم لتقديم الناس تقدم بعدها هناخد احنا وقتنا شوية في ان احنا نطفي من الناس اللي قدمت وحد ما نوصل لعدد سوية للناس الناس دي هتنعمل بيهم برنامج حقيقي بنشوف ازاي بتطوروا بيحصل منهم تصفية برضو البرنامج مش برنامج مسابقات مش برنامج مواهب دي البرامج اللي احنا شايفنا هو رحلة الوصول لأفضل ممثلين اللي هيمثلوا المسلسل ده ده هيبقى زي برامج الواقع يعني دول المجموعة اللي تم اختيارهم توية اه فهنعدي بيهم على مراحل التدريب بالضبط واحد تدريب دي هتبقى كمان احنا بنتشغلين عليها بمكوت كبير جدا بحيث ان هو لما يجيه قدام الكاميرا يبقى مستعيد احنا مش بس بنعلمه ازاي مثل احنا بنعلمه ازاي يبقى شجع قدام الكاميرا بنعلمه وداء حرفي بنعلمه ازاي يتحكم في صوته بنعلمه ازاي يتحكم في جسمه بنعلمه ازاي نفسيا يقهب نفسه ازاي يقرس ناريه ازاي يبقى فاهم دراما ازاي اه يعني كمية اه يعني احنا باعدين نحضر للموضوع بحيث ان الشخص بعد ما يخلص ورشة التدريب دي يبقى وصل لنقطة انه لما يقف قدام الكاميرا اه كأنه محترف فشغال في الشرنة دي بقى له عشر عشر عشرين سامن عاملين مجهود رهيب في ان احنا نخلق مواهب حقيقية اه الناس تشوف ان الحلم ممكن يتحقق لو انت فعلا موهوب ولو انت فعلا مستعد تعمل المجهود المطلوب هتاخد فرصة الممثل مش موهبة بس الممثل موهبة وفكر ومجهود وتفاني وشجاعة يعني هي حاجات كتير اكتر بكتير من هو مجرد بيعرف يمثل صح اه قدام التكتوك او بيعرف يمثل قدام صحابه لا الموضوع اكبر من كده والناس لازم تشوف ان التمثيل ده تفهم ان الممثل ده للناس عندها زي انطباعة كده الممثلين ده بيعملوا ايه يعني بيطلعوا في قدام الكاميرا باخدوا جوز كتير لا الموضوع الناس ما بتشوفش الكواليث بتاعت انه ازاي ممكن ياخد قرار غلط يأثر على مستقباله وازاي ممكن يعمل مشكلة تأثر على سمعيته يعني الموضوع اكبر من مجرد انها بيعرف يمثل قدام كاميرا صح مية في المية طب هل بنفكر يبقى فيه عندنا حاجة زي بنك للمواهب طبعا طبعا احنا ان شاء الله الناس اللي هتقدم دي هتبقى في داتابيل ممكن حتى ما يطلعش معنا في البرنامج او ما يطلعش معنا في المسلسل بك يبقى موجود لسيزون تاني تبقى موجود للمشاريع المتحدة اللي جاية بعد كده فهو هدف الموضوع ده ان هو يتحول لقاعدة معلومات لكل الناس اللي عندها حلم التمثيل ان شاء الله هيبقى umscasting.com بالزبط هايل جدا يدخلوا عليه بقى خلاص كده الويب سايت شغال الموهبين يخشوا اللي شايف نفسه موهبة يخشوا يبدأ بقى ايه يمشي الخطوات لحد اخير اه بالزبط بعد ما هيقدم ان شاء الله احنا هنبدأ نبدأ كثبت التسكيري على طول بحيث ان احنا في قصة وقت تبقى اثرنا المجموعة اللي هنبدأ معنا ان شاء الله بكرا نبقى اجدع من يونيفرسل كمان يا رب اه والله العظيم بالشوق بالطريقة دي بالنظام ده بالاسلوب ده بالاسرار ده بطريقة التفكير دي زي ما انت قلت كده الممثل مش بس موهبة لازم كمان يكون في فكر فلما يبقى في شركة فكرها كده يبقى احدى ماشيين ان شاء الله بسرعة الصاروخ بإذن الله احبني بصراحة من ساعة من أستاذ احمد فاق كلمني انا اول ما قال لي الفكرة يعني انا كنت تفاكر ان انا كنت صحي من نوم امت قمت من عسيزين كده وايه وعجبتني الفكرة جدا لو ترى انا معاك احمد يعني مش هنتكلم في ايه تفاصيل تانية دلوقتي انا معاك من الفكرة عجباني ومتحمس له هايل 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 انا بشكرك جدا 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 عمر مصهرينك معنا نورتني وشرفتني على تليفون وبما انه دي كانت فكرة احمد فاق فاق مية مية احمد زميل طبعا وصديق من زمان فاق برافو 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 تعالوا بقى هنطلع لفاصل يا سادة يا كرام وبعد بصوا انا بكلم بجهد اصلا في حاجة كده ببقى في افكار بصوا يا جماعة انا بكلم بأمانة شديدة جدا احنا بنعمل بنك مواهب ده شيء عظيم في مجموعة اللي هتتخد دلوقتي انا بلخص لكم القصة المجموعة اللي هتتخد دلوقتي اللي هتعمل بها البرنامج ويتعمل بها المسلسل اللي عمر سلمها مش عاوز يقوله قصته عشان متحرقش وده صح مية في المية ده مش معناه ده مش معناه انه كل اللي قدم وما اتخدش خلاص كده شكرا لأ الموهوب اللي بجد موجود جوا البنك فهيتم اكيد الاستعانة بيه في مسلسلات تانية في افلام تانية ان شاء الله بالطريقة دي وانا بعمل بنك اللي ما يبقى فيه عندي شركة يا جماعة دي طريقة تفكيرها وانها بتكون بنك مواهب ده معناه وفي نفس الوقت هي الطول الوقت قاعدة عملها بتشتغل اكتر على انها تقدم لك منتج درامي وسينمائي متنوع مختلف زي ما انت مثلا شفت جودر وشفت الحشاشين وشفت مليحة وشفت كذا فشركة بتنتج لك زي ما اتقال كده من الشرق للغرب خيال وحدوتة هتلاقي قصص من وحي التاريخ هتلاقي تاريخ سياسي هتلاقي اجتماعي هتلاقي كوميدي هتلاقي اكشن هتلاقي من قلب الحارة المصرية هتلاقي بالطريقة دي احنا بناخد بعضنا وبنجري في وقت من الوقات الشركة اللي وصلت في وقت قياسي انها تبقى اكبر كيان انتاجي في المنطقة العربية والشرق الاوسط ثق انها تبقى واحد من اكبر الكيانات الانتاجية على مستوى العالم تعال نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نتكلم على حدوتة من حواديث هذا الوطن سينة بتضحياتها وتضحيات اهليها وبطولاتها وتاريخها العظيم الضارب في عمق التاريخ فعليا مع واحد من اهم اساتذتنا وهو دكتور جمال شقرة استاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس استنونا لو سمحت سينة سينة دي ملحمة الملاحم في تاريخنا في صباح طول الوقت خلينا نتكلم على احنا ازاي استردنا سينة يعني في تضحيات بالتأكيد في تاريخ طويل بالتأكيد بس خلينا الاول ارحب بدكتور جمال شقرة استاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس منوارنا دكتور اهلا بحضرتك واشكرك جدا على وجودك معنا النهاردة والوقت المتأخر حبتين انت صهرتني بس علشان سينة وعشان حضرتك كمسطف كبير بيسعدنا يكون معاك يعني هبدأ بالسؤال احنا استردناها ازاي دي حدوتة زي ما حتى كنت بتقول حدوتة من حواديد مصر المهمة ملحمة من ملاحم الكفاح الشعب المصري كفاح الجيش المصري كفاح اهل سينة الشهداء اللي رووا بدمائهم ارض سينة القوى النعمة ايضا اللي بازلت جهد عظيم في التفاوض من اجل اعادة سينة وفي التحكيم الدولي علشان كيلو متر مربع وخمسة كيلو تقريبا كمان كانت اسرائيل عايزة تتمحك وتاخدهم بعد انسحابها فدي ملحمة كبيرة جدا وعشان كده سينة غالية جدا علينا يعني وسينة غالية ويمكن من الحقائق التاريخية انه عبر الزمن البوابة الشرقية اه لمصر اه اتراوت بجماء فعلا اه شهداء كتير لان الغزاء طمعوا في سينة من التاريخ القديم حتى الان من الحيثيين من منذ اقدم العصور التاريخية بس الحلقة مش هتسعنا مش هتسعنا ايه وطبعا يعني انا حتى كمان يعني بكتب كتاب عن تاريخ العلاقات الدولية واخد خط كده في الكتاب بتكلم عن كل شوية يبقى فيه نظام عالمي اكتشفت حاجتين مهمين قوي اولا انه فيه اه عبر التاريخ العالمي كله فيه رجال ليسوا ككل رجال يعني مختلفين مختلفين دول بيتحكموا في حركة التاريخ العالمي وبيصنعوا نظم اما اه اقطاب امبراطورية او اه تجد العالم يحكموا قطبين قطب واحد احنا دلوقتي عايشين في ظل قطب واحد اللي مبهد للدنيا ده الامر التاني انه فيه اه مواقع تاريخية منها بقى سينة ومنها غزة ومنها منطقة شرق البحر المتوسط على مر التاريخ بتشهد هذه الملاحم الرهيبة اللي بتسهم فيه تشكيل خريطة العلاقات الدولية عبر زمن انا انا من انصار نفس الفكرة ان منطقة شرق المتوسط دي هي المركز الحقيقي للتحولات السياسية في العالم ده صحيح اه واحنا في التاريخ بقى المعاصر بتاعنا يعني فيه محاولة اكتر من محاولة لاستقطاع سينة من مصر فيه محاولة ستألف في 1892 وفيه خريطة فعلا موجودة ده بعد الاحتلال البريطاني بعشر سنين تمام فيه خريطة موجودة بتشيل منها سينة لكن طبعا الحركة الوطنية المصرية واختائزين واللي سلطة الاحتلال البريطاني قومه اختطاع سينة انا هطلع فاصل هرجع بعده لازم هيبقى فيه السؤال طبعا الطبيعي جدا والملح مين اللي كان عامل الخريطة دي وكان ناوي على ايه هنروح للفاصل ونرجع مرة تانية مع دكتور جمال شقرة استاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس استنون موسيقى خلينا نجدد الترحيب مرة تانية مع دكتور جمال شقرة استاذة التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس ايه خريطة 1892 دي بقى كان فيه محاول انا بس عايزة اقول حاجة بقى اهم ان حدود مصر الحالية لم تتغير عبر الزمن اي ايه ايه احنا ممكن نخرج خارج حدودنا في ظروف تاريخية معينة لكن الحدود الرسمية سواء في الجنوب خط 22 او في الشمال رفح طابة هي حدودنا دي بتتغير شيء لكن ممكن نطلع نحاول عشان الامن القومي وده من ايام الفرعنة ما كانش بغرض توسعي بقدر ما هو او بالاساس مش هقول بقدر ما بالاساس كان الغرض هو دفع الهجوم ما هو انت بيجي لك فرس وحسيين وبيجي لك يونان وبيجي لك رومان وعلى طول البوابة الشرقية دي فبنطلع وانت كنت بتكلمني عن مجده وعن قادش وراء لكن في التاريخ الحديث خبيل ميلاد النظام العالمي اللي حيحكم العالم من 1914 يعني بعد الحرب العالمية الاولى لغاية الحرب العالمية التاني لغاية 1945 اللي هو بريطانيا وفرنسا كان العالم بيشهد صراعات رهيبة بتطلع دولة ايطاليا بتطلع دولة المانيا ودي دول ما كانتش موجودة فبيبقى فيه الدولة القومية الايطالية والدولة القومية الالمانية وعندك بريطانيا وعندك فرنسا وصراعات على اقتصام املاك هذا الرجل المريض والقضاء على امبراطوريات قديمة يعني اللي هي امبراطورية النمسا والمجر والامبراطورية العثمانية والكل عايز يارس من التورتة دي الصراعات دي على طول يعني عاكس اثارها على مصر باعتبارها في هذا الوقت كانت ولاية عثمانية ففي محاولة لتعديل الحدود واختطاع شبه جزير السين الا ان سلطة الاحتلال البريطاني خوفا على مصالحها بالضبط خوفا على مصالحها وخوفا على قناة السويس وتجارتها في قناة السويس وقبلها طبعا قيادة الحركة الوطنية المصرية والشعب المصري كله رفض اللي بيحاولوا السلطان العثماني وسينة جزء لا يتجزء من مصر المحاولة التانية الف تسعمائة وستة اللي هي ازمة طابة واسمها كده ازمة طابة اللي هي ازمة طابة الاولى الف تسعمائة وستة وايضا كان فيه في هذه المحاولة كان فيه محاولة لاستخطاع برضه شبه جزيرة سينة لكن بنفس الطريقة الحركة الوطنية المصرية والاستعمار البريطاري واقفوا وهنا بقى تم تحديد الحدود البرية البرية اللي هي الحالية وهي اصلا هي دي حدودنا لكن تم تأكدها من العالمة واحد للعالمة واحد وتسعين وهنا ما تعينتش الحدود البحرية بالمناسبة بعدين بقى الموضوع الحدود البحرية دي اوكي دخلنا فيه تجربة مرة مع الكيان الصهيوني بعد زهور الدولة الاسرائيلية فدخلنا فيه سلسلة من الحروب سلسلة من الحروب فردت علينا صحيح تمانية واربعين وستة وخمسين وسبعة وستين والاستنزاب وصوله لتلتة وسبعين اخطر هذه الحروب هي المؤامرة الكبرى في 1967 اللي تم بعدها بعد الهكسة يونيا سبعة وستين وانا دايما بسميه مؤامرة كبرى الحقيقة لان الوثائق اثبتت لنا ان كان فيه مؤامرة كبرى لان مصر كانت بتصعد ولذلك وبتصعد اقتصاديا كمان فهنا لابد من تقزيم مصر وضربها وهي مصر كانت بتلعب ضرع عظيم في هذا الوقت فتم احتلال شبه جزيرة السيناء واحتلال اراضي عربية اخرى وهنا المعجزة بقى الكبرى انه الشعب العظيم ده بيصمد وراء قيادته العسكرية وبيتم تحرير من سبعة وستين لسبعين لغة ممات جمال عبد الناصر حرب استنزاف مجتمرة بالله فيه شهادات اسرائيلية على استنزافنا لي ومعلم تصنى في هذه الحرب انا اسفا بكلم بصوت هادي شوال انه تعباني الف سلامة الف سلامة احنا بصاهرين انا كنت متصفة عندي شغلي فما اقدرش اقصر يعني فتم استرداد حرب استنزاف ثم بعد ذلك دخلنا في حرب اكتوبر وهنا بعد الحرب كان لازم يبقى فيه وقفة لاسترداد الجزء الباقي من الارض اللي ضاعت مننا بالسلام وهنا بقى بتدخل قوة دولية وامريكا وغيرها وبنعمل بقى فضل الاشتباك الاول وفضل الاشتباك التاني وبنعمل اتفاقية الكامب ديفيد ومعادة السلام ومعادة السلام لابد من انسحاب اسرائيل فبتبدأ تنسحه وهي اقرة انها هتنسحه لكن فيه ممحكات بقى الخمسة كيلو مه من اول العلامة واحد ونتنازل لغة العلامة واحد سعين فيه ممحكات كان اهم هذه المناطق اللي عايزة تستولى عليها ولعبت في العلامات العلامة اربعة وتمانين وخمسة وتمانين وستة وتمانين وسبعة وتمانين دول حوالي خمسة كيلو والاهم استراتيجيا وسياسيا وسياحيا طابة كيلو متر لكن عقيدة الجيش المصري وعقيدة الشعب المصري عدم التفريط في الارض ابدا ولو ظرت رمل واحدة ولذلك كان فيه اسرار على استرداد الامطار دي هي طبعا كانت بتلعب فوق برضو من العلامة واحد ونتنازل كده فيه تلاتين متر عشرين متر حاجات زى كده ودروا مش مهمين قوي ومع ذلك برضو اثرينا ان احنا ناخد حقنا اثناء التفاوض احنا تعبناهم فقالوا خلاص احنا هنرجع فكلامنا مفيش تفاوض وحينسحب الوافد الوافد الاسرائيلي اللي بتفاوض هينسحب هنا بقى موقف للرئيس اه طبعا هقولك على المفاجأة هنا الرئيس مبارك المرحوم الرئيس مبارك كان مفروض حيستقبل رئيس الوزراء الاسرائيلي فلما سمع ان الوافد قرر ينسحب ويقفل المفاوضات قال ان هو مش هيقابل رئيس الوزراء الاسرائيلي على الفور جات اوامر من تل قبيب انه يستمر الوافد في التفاوض وتوصلنا بانه التوفيق مش هينفع لابد من التحكيم الدولي والتحكيم الدولي لا يتم الا بموافقة الطرفين فوقعوا هما في الفخ انا برشح طرف والطرفين الاتنين دول يرشحوا التالت وقعوا في الفخ وقبلوا التحكيم الدولي حلو هنا بقى القوى النعمة المصرية بتلعب دور غير عادي في استرداد هذه الكم كيلو متر اللي كانت عايزة تاخدهم اسرائيل اتشكلت لجنة لمواجهة اللجنة الاسرائيلية طبعا احنا رشحنا وهم رشحوا وبقى فيه لجنة التحكيم الدولي اتشكلت لجنة من مصر طبعا هذه اللجنة بيخلدها التاريخ يعني ارقى اساتذة القانون الدولي في مصر وكلهم قامات الحقيقة وانا خايف انسى حد حمد سلطان طبعا الدكتور حمد سلطان الدكتور وحيد رقفط العظيم الدكتور مفيد شهاب الدكتور طلعة الغنيمي اسماء في القانون الدولي ومن جماعة القاهرة وجماعة تنشمس وجماعة الاسكندرية اسماء عظيبة طبعا وانضم اللجنة بترشيح من الجماعية الجغرافية والجماعية التاريخية الاستاذ الدكتور يونان لابي بريز رشحته الجماعية التاريخية والاستاذ الدكتور يوسف والحجاج والاثنين اساذة في جماعة تنشمس جغرافية وتاريخ وهنا كانت المعركة ومعركة وثائق وخرائط لإثبات حقنا وإثبات أن إسرائيل تلعبت في العلامة في العلامة 91 وعلامات رأس النقم وبدأت عملية التحكيم وطبعا أنا كنت قريب من دكتور ينام في هذه الفترة بزل جهد غير عادي في تجميع الوثائق وهنا لازم نقول لولادنا أن دي معركة لا تقل يعني أهمية عن اللي شل المدفع عشان يحرر الأرض هنا شل الألم والفكر والوثائق والخرايط والموسوعات اتجمعت كلها وطبعا مصادرنا ما كانتش كفاية الخرايط تترسمت في الدولة العثمانية ففي أنقرة أرشيف تركي تم تجميع الوثائق والأرشيف التركي في واشنطن وفي لندن ووثائق جمعت الوثائق والخرايط المهمة وهنا لازم نقول أنه المخلصين والمحبين لمصر تطوعوا للشهادة لأن المحكمة كانت بتقبل كمان شهادة طيب بما أنه حضرتك قلت لي أنا كنت قريب من الدكتور يونال لابي بريز هو أسر لي قلت لي مفاجأة أقول لك في آخر الحلقة والحلقة بتمتهي فأنا مش هقدر أفوت الجملتين دول مع بعض طيب ماشي هو المفاجأة أنه هو قال لي أنه بعد ما المحكمة حكمت لصالح مصر قال لي أنه في واحد من اليهود اللي كانوا موجودين قال له احنا كنا عارفين أنه طابة بتاعتكم بس احنا لازم نعمل كده فكان تعليقه بقى هو بيمزح معايا قال لي لازم نعمل كده عشان هو يهودي هو المشكلة أنه يعني فيه اعتراف هو منه الناس دول بتوع كاس ويوني هم طول الوقت عارفين أنا أظن ذلك يعني عارفين أنه هم على باطل ويصر إصرار كامل أنه يستحق هذا الباطل وهو عارف وفي الأحاديث الجانبية تجده بيعترف جدا أنه باطل ويقوله كده عادي قالوا رابع عليكم أنتو عملتوا جهد جمد وجبتوا الوثائق وجبتوا الشهادات وجبتوا كذا بس احنا كنا عارفين أنها بتاعتكم طبعا دي ملحمة فيها تفاصيل كتيرة جدا طبعا وانت يعني ان شاء الله نعمل حلقة عن المحطات المفصلية في تاريخ مصر بس هنبقى بدري عنك ياريت عشان شبابنا يعني يعرف إزاي ان احنا وجهنا تحديات عبر الزمن وإزاي هذا الشعب العظيم وهذا الجيش العظيم وجه هذه التحديات صحيح صحيح كل سنة ومصر طيبة ومصر طيبة ومصر طيبة ومصر طيبة ومصر طيبة ومصر صحة والسلامة ومش عافة أشكر حاتك إزاي دكتور جمال لا أبدا طبعا شرفتنا وجبرت بخطرنا لا لا أنا مثلا طبعا مصحرنا حضرتك معها العفو 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 ربنا خليك يا رب كل الشكر دكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس لهم في آخر حتة في الحلقة يوري لك ناس دول بتعمل إيه في فلسطين وعاوزين يوصلونا لا حد فين خلونا مكملين قلبنا جامد إحنا مستمريين بندفع عن أرضنا بندفع عن أشققنا إحنا مش هنسيب بلدنا وبالمناسبة تاني كل الثقة كل الثقة كل الثقة كل الدعم لفخامة الرئيس كل الدعم لأن الرجل ده عمل لنا اللي ما يعمل وفي الأزمة الرهنة دي من يوم 7 أكتوبر لحد دلوقتي عمل اللي ما عملوش حد في العالم وخل موقف مصر يدفعنا جميعا نحن نرفع رأسنا في السماء نفسي أقول لكم فاصل بس ما فيش فاصل خلصت الحلقة لحد كده ولو كلنا العمر هنقابلكم إن شاء الله يوم السبت الجاي في نفس المعاد وبرنامجيكم التاسعة سلامات